مساء الخير عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني النهاردة انتهت منذ قليل الاستحقاق الانتخابي الأخير الثالث والأخير انتخابات مجلس الشيوخ أمنياتي القلبية بالتوفيق للمستحق النجاح والتوفيق للمستحق المستحق التمثيل تحت قبة البرلمان تم اغلاق سنديق الاقتراع الساعة 9 وفي انتظار البدء الفرز النهاردة في حلقتنا هندردش درداشة قانونية عن بعض الأوراق التجارية في المعاملات الاقتصادية هنتكلم عن تاريخ التعامل التجاري يعني التجار في مصر كانت تقوم على التبادل التجاري وبعد كده زهر النقود وبعد كده الشيكات الورقية وبعد كده الشيكات البنكية والنهاردة هنركز كلامنا عن موضوع الشيك والكنبيالة وبعض الملاحظات عن إيصال الأمانة معلوم أن التجارة في السوق الاقتصادي بتقوم على الثقة والاحترام الكلمة يعني في بعض التجار أن كلمته تعتبر هي العقد الكلمة هي العقد بيروح يعمل السفقة التجارية بدون ما يسدد أموال مثلا وبتم السفقة بالكلام فقط ولكن لتوثيق الثقة لتوثيق الثقة ما بين المعاملات التجارية ظهر أوراق اقتمانية تضمن الحقوق في السوق التجاري وفي سوق المعاملات بشكل عام بغض النظر عن كونها تجارية أو عادية الشيك زمان قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كنا بنشتري من المكتبة كنا بنروح نشتري دفتر الشيكات من المكتبة وبيحرر والبنك بيطابق التوقيع وهكذا لكن ظهر موضوع التزوير وظهر حاجات كتيرة وبدأ المشرع يطور من شكل الشيك وخلاه بالمظهر الحالي وظهر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بتوصيفات ومواد معينة تجعل الشيك أكثر تعقيداً وأكثر أماناً في المعاملات التجارية النهاردة هنتكلم عن الشيك أنواع الشيكات مدد التقادم في الشيك إيه هي الإجراءات المتبعة أو اللي يعملها التاجر أو المواطن العادي إذا ما وجد شيك مثلاً بدون رصيد هنتكلم عن الشيك المسطر هنتكلم عن تظهير الشيك الكنبيالة وفيه حاجة تانية اسمها السند الإذني مش موضوعنا والمقارنات ما بين الشيك والكنبيالة وإيصال الأمانة طيب الشيك المعروف حالياً طبعاً ما فيش حد يخفى عليه شكل الشيك الحالي اللي بيصدر من البنك إيه هي أنواع الشيكات البنكية الشيك اللي بيطلع من البنك ده له أنواع الشيك العادي أي مواطن دلوقتي بيفتح حساب جاري بيطلع له دفتر شيكات الشيك بيبقى فيه تلات أطراف مصطلحات كده بنسمعها الساحب والمسحوب عليه والمستفيد فمن هو الساحب ومن هو المسحوب عليه ومن هو المستفيد التلات أطراف دول في مقام المقارنة ما بين الشيك والكنبيالة هم هم ولكن الطرف الثاني اللي المسحوب عليه في الشيك هو البنك بيكون مصرف حكومي أو مصرف خاص بيكون بنك برضو لكن في الكنبيالة بيكون الطرف الثاني المسحوب عليه بيكون مثلا شخص أو شركة قطاع خاص أو أي حد يستطيع سداد دين الساحب اللي هو الموقع على الكنبيالة طيب احنا قلنا أن بيتشابهوا في أنه هم ثلاث أطراف السند الإذني طرفين بس اللي هو الساحب والمستفيد فقط الشيك الشيك قالوا أنه هو ليس أداة ائتمان إلا في حالات معينة يعني الشيك المسطر يعتبر أداة ائتمان وليس أداة وفاء هنقول أن أنواع الشيك الشيك العادي زي ما قلنا أن الساحب اللي هو صاحب الشيك صاحب الحساب بيمضي بيقول ادفعه لأمر فلان اللي هو المستفيد أو لحامله ما هو المستفيد ده ممكن يبقى حامله أو ادفعه لأمر فلان الفلاني لو كتب الاسم أصبح الشيك اسمه شيك اسمي ما هو دون أحد أنواع الشيكات الشيك الاسمي والشيك لحامله والشيك المصرفي والشيك المعتمد ايه الفروقات بين التلاتة والشيك المسطر الشيك الاسمي بيذكر الاسم الأول للمستفيد بيروح يتقدم له في البنك وبيصرف المبلغ المكتوب في الشيك طيب ايه هو الشيك المصرفي الشيك المصرفي هو أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه ممكن يفاجأ المستفيد أو اللي رايح يصرف الشيك يلاقي أنه ملوش رصيد فيدخل في متاهات التقاضي الجنائي فبالتالي في بعض الشركات تقولك لا أو بعض المعاملات التجارية الكبيرة اللي هي بأرقام كبيرة يشترطوا أنه طبعا نقل السيولة الضخمة الملايين فيبقى فيه صعوبة في النقل عشان الأمان والسرقة والتعرض للمشكلات في النقل يعني فبيشترط العميل اللي هو هيتعامل مع الساحب اللي هو صاحب الحساب أنه يقول له أن احنا عايزين شيك مصرفي ايه هو الشيك المصرفي ده الشيك المصرفي أن أنا صاحب الحساب بروح للبنك بقول لهم أنا عايز شيك مصرفي فبيأخذ مني الفلوس وبيطلع هو الساحب بيحط نفسه مكاني البنك بيحط نفسه مكاني في مواجهة الطرف الثالث اللي أنا هتعامل معه اللي أنا هشتري منه مثلا الفيلا أو هشتري منه أو هتعامل معه المعاملة التجارية فبيحل محل البنك بيحل محلي وبالتالي لما الشيك المصرفي ده أقدمه كأنه سددت المبلغ بالكامل لأن البنك بيجهز الرصيد بالكامل قبل ما يطلع الشيك المصرفي طيب الشيك المصرفي بيتساوى في الشبه مع الشيك المعتمد اللي هو مقبول الدفع برضو الشيك المقبول الدفع ده لازم يكون له رصيد بالكامل موجود في الحساب قبل صرف الشيك الشيكات دي الشيك المصرفي والشيك المعتمد يحق ليك أنك أنت تسحب الفلوس نقداً وممكن تكون مش عامل في البنك يعني ممكن يكون اللي داخل يسحب ده الفلوس النقدي ممكن ما يكونش عامل في البنك بغض بخلاف الشيك المصطر يعني الشيك المصطر يعني إيشك مصطر يعني أن بيبقى على وجهة الشيك كده من ناحية الشمال سطرين والتستير برضو نوعين التستير خاص وتستير عام التستير الخاص أنه بيحط سطرين وبينهم اسم البنك والتستير العام سطرين فقط بس ما معناه بقى التستير ده التستير ده أنك أنت لو مستفيد والشيك ده مسطر مش هتعرف تصرفه أنت بتروح تقدمه للبنك بس بشرط تكون عميل وليك حساب في البنك ده ولذلك الشيك المصطر بيعتبر أداة ائتمان مش أداة وفاء لأنه مش هتعرف تصرفه يعني لو واحد لقى الشيك ده في الشارع مش هيعرف يروح يصرفه لازم يروح يحطه في الحساب والبنك بيرجع للساحب وبتبقى إجراءات معقدة ولذلك الشيك المصطر بيبقى مرهق للمستفيد إجراءات معقدة في مسألة الشيكات ولذلك أصبح فيه حماية قوية جدا في المعاملات التجارية لما ظهر الشيك الحديث الشيك الجديد تطبيقا لقانون التجارة 17 لسنة 99 كان فيه نوع واحد اللي هو الشيك المكتبي الشيك المكتبي ده كانت ورقة بيضة كده مكتوب عليها شيك ادفعه لأمر كذا فهو ده كانت كان الشيك فقط بالنسبة للتقادم والسقوط يعني فيه الشيك ده له تلت أنواع من التقادم بخلاف التقادم اللي بيحمي الكنبيالة الكنبيالة بيحميها نوع واحد من التقادم لكن الشيكات لها تلت أنواع من التقادم احنا في الأول انا نسيت اقول لكم لو حد عنده استفسار او استشارة قانونية احنا عندنا ارقامنا زهرة على الشاشة اللي عنده اي استفسار او استشارة قانونية احنا مستعدين لاستقبالها والرد عليها ان شاء الله نتكلم النهاردة عقل وقت عن التقادم في الشيك الشيك له تلت أنواع من التقادم تبقى لقانون التجارة قانون 17 اللي سنة التسعة وتسعين فيه حاجة اسمها التقادم الصرفي وفيه حاجة تانية اسمها التقادم الجنائي وفيه حاجة تالتة اسمها التقادم المدني كلهم منصوص عليهم في قانون التجارة يعني ايه التقادم الصرفي ده اشترط المشرع ان حتى يسقط الشيك بالتقادم الصرفي اللي هو مدته سنة واحدة يعني الشيك لو من تاريخ تقديمه او من تاريخ استحقاقه من تاريخ استحقاقه نكمل بعد ما ناخد الاتصال ده من الاستاذة حسناء من القاهرة تفضلي فندم السلام عليكم اهلا وسهلا فندم اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك عن حاجة تفضلي فندم اه كان جوزي طلب مني امضله على الوصولات امانة اه تمام وكما دي طلب يعني ما فيش اي ضغوط اوي حاجة برضاية يعني مش اي مشاكل ليه بقى ابدا هو كان بنا وبابا مشاكل كان اه كان ام بابا كان جابت دهب بتاعي لما اتجوزت جوزه كده اه وده بتاعه النقص يعني هو مضاكي ليه يعني ايه المبرر اه هو علشان خاطر بيقول ان بابا احسن يرفع مسلا اه قضية او مسلا يعوز يطلقني او حاجة عشان سي مشاكل بينهم لانا كنت راحة عند ابويا يعني في الوقت ده ومضط له اي صلاة الامانة اه مضط له عشان يبتايا حاصلوه زوجي مع عصبي شوية وبعدين وبعدين وحصل بقى خلاف وانا عند اهلي وحصل بيننا مشاكل ايش تكاكب يا صلاة الامانة اه المهم ان هو هددني ان هو يطلقني واتنازل ومش عارف اي فانا عشان اضمن حق يعني رحت عملت له محضر بالايه بالوصولات جدع جدع ام بقى تمام المهم حضرتك اه خلاص احنا اتفقنا ورجعت له ومش اي مشاكل بس اه حكات بقى المحضر ده مضايقه وهو تنازل عن الاصالات الامانة ولا لا لا ما تنازلش مع طوش هو بيقول ان التنازل بقى لقى مثلا اه اه قدام الناس وكده بس ما بيش حد عايز يوعد مع حد يعني بابا مش عايز يوعد معاه ولا هو عايز يروح لابوي لا يا حبيبتي ما يصحش الكلام ده وقت لازم تستلم اصالاتك اصالاتك منه منه في حاجة اسمها اصالات امانة بن زوج وزوجة ما فيش الكلام ده استلم اصالات وانفهمني حضرتك ان انا لو رحت حتى وتنازلت في عندي اسم شرطة اي حاجة ان اي في ضرر علي انا حتى لو اتنازلت ما يجراش حاجة لكن القصة الاصالات الامانة اللي معها يجيب عليك احكام فلا يعني انا فهمت السؤال وهرد عليك اسمعيني بقى بعد يعني زوج يمضي زوجته على اصالات امانة عشان يضمن ان ما بعد ما يطلقها اهلها هيشتكو ويرجعوا عليه بقضايا فيبقى حاجة اصد حاجة انت تسيب ونسيب اللي تأدب يعني انا اسف انا اسف يعني ما ايه ايه الالاقة الزوجية مقامها التأبيد الالاقات الانسانية يعني ده ده علاقة زوجه زوجة مهما حدث من المشاكل ومهما حصل من المشاكل يستحيل عقلا ومنطقا ان انسان عقل يمضي زوجته على اصالات امانة عموما يا بنت الحلال لو زوجك اشتكاكب اسمك وهو كان زوجك قبل كده انت تستطيع تجيبي محامي شاطر زي حالاتي كده يحبسلك جوزك في نفس القضايا في نفس القضايا انا لو اشتغلت فيها انا جدير ان احبسلك جوزك في قضايا اصالات الامانة معانا الاستاذة سلوى يا اهلا وسهلا تفضلي يا استاذة سلوى أهلا يا استاذة سلوى تفضلي أليو يا فندم سامعك تفضلي وعليكم السلام يا اهلا وسهلا لو سمحت حضرتك تفضلي يا فندم لو سمحت حضرتك انا واختي لنا ورث ربع عمارة في بيت جدي يعني ورثنا عن بابايا حلو بس احنا مش عارفين ناخدها وبعدين ولاد عماتي وعمامي عملين يقولوا احنا ناخد معاكو في الورث انا هقول لي هسأل سؤال هسأل سؤال فيه الاجابة كلها يا استاذة سلوة يا استاذة سلوة دعم هسأل حضرتك سؤال تجاوبيني عليه فيه الاجابة كلها وهقول لك تعملي ايه على الهوى دلوقتي ورزق على الله البيت ده مسجل ماش البيت ملك ده مسجل بالصراحة ما عرفش ده من زمان بقاله ستين سنة هتروح الشهر العقاري اللي في الحي بتاعكو تقول لهم البيت ده رقم وكذا عايزي شوفه ليه عقد مسجل ولا لا لو لقيت عقد مسجل هتقدمي طلب حاجة اسمها شهر ارس ولازم تجيبي لازم تجيبي معاكو محامي امين يعمل لك حاجة اسمها شهر ارس وفرز لو العمارة فيها اشواء تنفعتك فرز افرزي لك بحصتك يا ماما شقة ولا تنين وبيعهم هتاخدى حقك بدون وجع قلب واخدى بالحضرتك فلو محامي شاطر مدني هيعرف يجيب لك حقك بكلمة ونص من غير مهاترات وهتاخدى حقك بالكامل لو رفضوا يعطوكي مراسك هترفع جنحة مباشرة ضدهم هتاخدى عليهم حكم حكم بالحبس اتفضلي يا استاذة اسماء معانا الاستاذة اسماء اتفضلي وعليكم السلام اهلا استاذ اسماء اتفضلي حضرتك كنت عافظ جابي للمطبعات مش سامح حاجة كنت عايز اشتري مقبرة ايو افن فعايز اعرف الاجراءات ايه يعني هل هو عادت دائبة اوه عموما المقابر بتبقى شركات المقابر شركات هي اللي بتطرح العدد العدد معين من المقابر وتقولك تعالي قدمي وبيبقى داخل الاحياء يعني برخصة من الحي فلازم يبقى معاه ترخيص ولازم يبقى معاه مستندات المقبرة هتاخدى منه عقد ويكون العقد ده اصلا عليه ختم المحافظة او ختم الحي اللي المقبرة فيه فموضوعك سهل جدا ومفيش فيه اي حاجة معقدة وبعدين فيه مقابر اهالي بتتبع بعقدة بتدائي بس اه وبتعمل دعوة صحيح التوقيع افضلوا لسه في التصالة ولا خلاص كان يا ام محمد اهلا وسهلا اهلا بحضرتك افضل يا ام محمد افضل يا ام محمد سمعك ممكن حضرتك تجاوبني بس بعني مقفل الخط ايو يا فندم بس وط التلفزيون واسمعيني من التلفون بس اقول لحضرتك حاجة افضل يا فندم ايه حكم الزوج اللي يخوني لعيشه الملح هو انا شيخ يا جماعة انا بتاع قانون يعني ايه الزوج اللي يخوني لعيشه الملح سواء الجميل لا هي العلاقات الانسانية بتقوم على ثقة يعني يعني انا بقول له يا اخي اتقي الله في زوجتك يعني احنا العلاقات الزوجية بتبقى فيها مشحنات وشد وجذب وبتاع بس في الاصل وفي الاساس مفيش فيها حاجة سمخيانة عيشه ملح يعني عيب اتفضل يا اوستاذ احمد يا اوستاذ احمد سامو عليكم اتفضل يا حبيبي سامعك وعليكم السلام اتفضل اتفضل يا اوستاذ احمد اه يا فندم انا انا اسم احمد محمد من من يا فندم يا اهلا وساهلا يا اوستاذ انا في اسم مشابه لاسمي تاني 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 قول تاني ما اسمعتش الجملة دي وكل ما ما في اسم مشابه لاسم يعني في اسم الاسم مشابه للاسم السعيان ايوه في حاجة في تشابه اسماء ايوه ايوه المشكلة بقى في التشابه اه الرائل دي عليق عليك اضيف عليق احكام كتير وارفك اه انا كل ما امشي اه كل ما تدخل علي كامينيا يقبض عليك عليك علي انك هو ياخد البطاعة زهود ما هي دي مشكلة قديمة اسمعني بقى انا عرفت القصة اسمعني بقى دلوقت انت بتروح تقدم طلب للنيابة انه وبيدولك شهادة بانك انت مش هو المطلوب وبتروح توديها لتنفيذ الاحكام بس تتخلي الشهادات معاك ان مش انت المطلوب عشان كل ما هتوقف علي كمين هيقبضوا عليك لازم تطلع لهم الشهادة وهي دي مشكلة تشابه الاسماء ولذلك النائب العام الحالي حمد ابيه الصاوي اصدر تعليمات انه ممنوع اي تحقيقات تتم الا بالرقم القومي بصورة من الرقم القومي كان زمان ممكن اي متهم يتقبض عليه يتحقق معاه حتى لو معايش يقولك انا بتقطي ضايعة ويقوم حقق معاه لا دلوقتي ممنوع وكيل نيابة يحقق في قضية او قضية تنزل تاخد حكم غيابي حتى بدون الرقم القومي ولذلك خلاص المشكلة دي تحلت ولكن ممكن دي رواسب قديمة من العصر البائد معانا التصويرات تانية ولا خلاص كده شكرا يامم محمد وطالما اصلا ما فيش كده مشكلة قانونية هي المشكلة اخلاقية يعني المشكلة ترجع اخلاقية محتاج يعني محتاج حد يقعد معاه ويعقله لكن بالنسبة بالنسبة للقانون مفيش حلول يعني هي لو متضايقة منه زوجته متضايقة منه ترفع عليه دعوة طلاق للضرر اذا كانت متضررة وتحكي قصتها للقاضي هيطلقها للضرر او تتنازل عن حوقها الشرعية كلها وترفع عليه خلع وتريح دماغها وتطلع منه خالص لكن انا مش معه لا طلاق ولا خلع لان القصة لو تتحل ودي او ناس تقعد تعقله وتفهمه اخطاؤه يعني يريت وتستمر الحياة وتستقيم افضل يعني افضل كتير من ال اتفضل يا اساس سروت معنا الاساس سروت اتفضل يا اساس سروت هلو اهلا وسهلا يا اساس سروت اتفضل هلو اتفضل يا اساس سروت السلام عليكم وعليكم السلام يا فرنان اتفضل لا سمعت افضل اتفضل حديدك على العهد الايجاري اللي هو مشمول بالصيغة التنفيذية هو العهد الايجار ده ملزم كان كان زمان وعلي فكرة موجود موجود في الشهر العقاري اه في تعليمات الشهر العقاري انه اه اه العقود الايجار المصدق عليها يعني ما تروحش كده بايدك اه معاك عقد ايجار وتقول له ما انا عايز اخد الصيغة التنفيذية مش هيدولك صيغة التنفيذية لازم يكون المؤجر اللي هو المالك موجود معاك ويصدق على التوقيع وكانوا بيشملوا التصديق ده بالصيغة التنفيذية ولكن صدر تعليمات اليومين دول بوقف الايه الصيغة التنفيذية سؤال حضرتك اه في انه جزئية فيهم حضرتك ثمانية او شو ستروط؟ سامعك يا فنم اه ايو فنم ايو فنم ايو فنم ايو فنم ايو فنم انا المؤجر وخدت معي المستاجر روحنا اول انباح الشهر العقاري ايو فنم ووقعنا احنا الاثنين على العهد هناك ووصبنا احنا الاثنين وادان العهد عليه عليه الختمة بتاع الصيغة التنفيذية جميل اوي جميل كده لو لو حصل اي خلل في بنود التعاقد حضرتك بتلجأ للسلطة للسلطة التنفيذية على طول سامعني او شو سروط؟ سامعني او شو سروط؟ يا فنم يريد توطي التلفزيون بس عشان نعرف نتكلم مع بعض عشان خاطر اجرب بعد المهم تنتهي المدة ويطلع ممكن يطلع المستاجر عن طريق المحكام مثلا نفع دعوة تانية لا ما هترفعش دعاوة ركز معايا ركز معايا ركز معايا بعد اذن حضرتك لو في عقد الايجار في شرط ان حضرتك تعلنه قبل انتهاء المدة بشهرين وما اعلنتوش واستمرت العلاقة الايجارية موجود في العقد فحضرتك هتلتزم في الاول بتطبيق بنود التعاقد قبل انتهاء المدة بشهرين بتعمله اختار او اعلان على يده محضر بتقول له انا خلاص المدة قدامه شهرين جاهز حالك بعد شهرين هتمشي في الحالة دي لو هو ممشاش بتاخد العقد المشمول بالصغة التنفيذية دي بتطلع على الاسم تاخد قوة بناء على الصغة التنفيذية على القوة التي التي يطلب منها ذلك ان تبادل اليه ما تطلبت فبتاخد الصغة القوة من الاسم وبتطلع مباشرة على العين وبتخليها دا الصغة التنفيذية كأنك اخد حكم بالزبط الصغة التنفيذية ليه احترامها في العقد كأنها حكم محكمة دا بناء على قانون اتفضلي عوما استاذ اسماء لازم احسانا كنت هاجزة ايوا فنم ايوا ايوا في دعوة دراسة دعوة طلاق بي اخذ بالدهب لو مشكول في القيمة لأ الجزئيه حلوه دي لو الدهب مكتوب في القيمة لأ الدهب مكتوب في القيمة اه احكام كتير لمحكمة النقط قالت ان المشغولات الزهبية ليست من منقلات الزوجية وانه الزوجة بتبقى احرص على رفيعها وحاجاتها الزغيرة دي يعني مش معقول هتاخد شاحن الموبايل وانت مروحة وهتسيب الدهب فالدهب ليس من منقلات الزوجية طبقا لأحكام محكمة النقد فبيكتبوه كده وخلاص في الايمة لكن هو هدية بيبقى هدية ما بيبقاش الزوج امين عليه يعني لان الزوجة بتبقى حرصة قوي على ذهابها واحيانا بتبقى مخبية عن دمها ما بيبقاش معندها في البيت يعني فالقصة ان المشغولات الزهبية ليست من منقلات الزوجية منقلات الزوجية اللي هي اساس المنزل للتلاجة والغسلة والكوباية والمعلقة والشوكة بس كده عندنا اتصالات تانية طيب نرجع تاني مرجوعنا لمسألة التقادم في الشيك البانكي طبقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 99 قلنا ثلاث انواع من التقادم التقادم الصرفي والتقادم الجنائي والتقادم المدني و이ه في الوقات اللي بينهم التقادم الصرفي هو سنة بينتهي بسنة يعني ايه انتهي بسنة هل بعد سنة اروح اشتيكي او لما جاي اشتيكي بعد سنة يقول لي لا لو اشتيكي جنائي مثلا يقول لي لا لا اتخذوا مسترفي لو عد تاريخ التقديمه للوفاء عد سنة من تاريخ الاستحقاق بتاعه يبقى كده انا ماليش حق ان انا اصرف والشيك ده ايه كده خلاص هل معنى كده انه طب ممكن نكمل مكلامنا ولا ناخد الاتصال اتفضلي يا امم احمد وهي نفس امم احمد اللي كانت بتكلمني ايو يا امم احمد اتفضلي وعليكم السلام وحضرتك طيبة يا امم احمد حضرتك اللي كنت بتكلمين دلوقتي ولا حد تاني لا يا اهل ومساهل امم احمد اتفضلي اتفضلي يا اهل ومساهل يا اهل ومساهل عند استفسار بك اذا ابني اتجوز وكان عنده بيت وطلق وكان مكتوب لها ايمة وبعد ما اتطلقت بعد سنة ونصف رجع تاني رجع ايمة تانية جديدة حلو كويس انه امه عاشت معاه حوالي 65 سنوات تاني بعد الايمة التانية اه فابني اقترب من الناس اه اللي هي الفلوس بتاع تريبة والحاجات دي ايو كاتب علي نفسه وصلات حلو كان نجيبه الوصلات وحبها في البيت حلو مشيت وخدت 18 واصلة معاه على البيض على بيض اه وامرته خدت الاصالات ومشيت اه حدت الحاجة في الدرد بعد ما مشيت تدور شمالي من المش لاقيه نعمل ايه هو سايب 18 انا عادي اسأل سؤال بس هو راجل استلم 18 اصال بتوعه 18 اصال دول بتوعه اللي كانوا عند الناس صح كده؟ انا فاهم صح؟ ايوه ايوه كان كل شعر بياخد البحر وصله يركنهم يركنهم عادي ما بقاش يعدمهم ليش اخبط عليهم يعمل اي حاجة ما عملش اي حاجة ما هدي غلطة كبيرة يا امه احمد طيب العمل ايه؟ طيب العمل ايه؟ حتى لو عملنا محضر مش هيجيب نتيجة مش هيجيب نتيجة لو عمل ضد زوجته ومحضر هيبقى محضر كايدي وهيتحفظ والاصالات الامانة دي هي لو بعيتهم لواحد تاني واشتكاه دخلنا في مشكلة كبيرة جدا فبالعقل كده نحل الموضوع ودي بالعقل نحل الموضوع ودي لان لو عملنا محضر في الاسم او عملنا اي اجراءات هتبقى مقالها كأن لم تكن مش هيحصل حاجة مش هيعرف يضرها لان انت بتقولي حضرتك بتقولي ان الاصالات على بيض يعني هي لو اديتهم لي هي لو اديتهم لي دلوقتي وروحت اشتكيت هياخد احكام ويحليني بقى على ما يجيب حد ويثبت براقته على ما يقول ان ميحمد صادق مايعرفنيش وهو اشتكى والحوارات دي كلها هتكلفه الاف الجنيهات فالموضوع لو هي طمعانة في حاجة او عايزة تترضى بحاجة يراضيها وياخد حاجته منها ويقدر ما دخلك شر واللي بالمعروف مفيش احسان منه هتكلفه معانا اتصل تانى ولا نكمل موضوع التقادم يا محمد اتفضل يا استاذ محمد اتفضل حبيبي واط التلفزيون ويكلمي هلو اتفضل يا استاذ محمد اتفضل يا فندم اتفضل انا سامعك اتفضل انا كنت رافع دعوة ضم انا ايوة سامعك سامعك اتكلم ده عديدنا حدشان كنت رافع دعوة ضم حضرانا لطفلة والقرار وقف في المارك في القتلة بس حركش عارف عامل ايه يعني انت عامل قرار ضم ده لنفسك انت سامعني لبنتي حضرتك ماشي يعني انت عايز تضم بنتك لنفسك من امها جزء ابوها توفى يا باشا بنتي اختي يعني بنت اختك انت رافع دم لبنت اختك ايوة صح كده طيب انت رحت عملت محضر في الاسم عشان تاخد اخدت كده بطرقة مش كويسة وروحت ما انت عشاعدتك لسه بتقولي يعني برضو عشان العشرة والدم وبتاع ويخت خلص ودي بس هما في الاخر برضو مش طيب يعني البنت مع ابوها دلوقتي ابوها متوفي اعمامها اللي خدوها اعمامها اللي خدوها طيب هدلك تعمل ايه هتروح لوكيل النيابة هتروح لوكيل النيابة سيبك من الاسم لو انت عامل المحضر في الاسم برقم المحضر ده هتروح النيابة تقول له من عاوز قرار تسليم صغيرة لامها بس انت ملاكش صفة امها هي اللي تروح انا عامل جنحة بعد اسم حضرتك انا عامل جنحة مباشرة وواغة حكم الضم الطفلة والورق متعلق في اسم الشط لا يبقى فيه لا لا انت بس روح حركوا هم هيطلعوا معاك ويسلموا خد الورق وروح لمحضرين التنفيذ هيطلع معاك محضر يجيب لك البنت لغاية عندك الموضوع الموضوع بسيط جدا يعني النيابة بتطلع قرارات تسليم الصغيرة لامها لو هي مع امامها مع اي حد بتجيبه الا اذا هم مخبيينها في مكان غير معلوم يعني بيتحكى معلوم حكم جنائي وبيتحبسهم مش اقل من 6 شهور معانا تصل تاني يا استاذ رضا تفضل ايو باش اتفضل افن عايزة سالك يا باش عن قانون التصالح باني في سنة 2019 شهر 4 234 ايه انا مش عارف التصالح التصالح ليه ليه تصالح باني في الارض في العين والله بالنسبة لقوانات تصالح في تعقيدات دلوقتي فيه لسه مجلس النواب بيشرع قوانين وبيعدل في نصوص ومقافين دلوقتي الازالات فالموضوع فيه لخباطة شوية يعني لسه مفيش استقرار في مسألة التصالحات دي فانت تابع مع التنظيم والادارة في الحي هم هيقولولك الخطوات ايه بالزبط ويمشي معاها خطوة بخطوة لان القوانين دلوقتي غير مستقرة في مجلس النواب يعني غليان دلوقتي على تعديلات تشريعية في قوانين التصالح فانت تابع مع التنظيم والادارة في الحي بتاعك وهم هيدلوك خطوة خطوة كده لغاية لما ايه توصل للي انت عايزه هو الاب اخر واحد لا انا مش فاكر ارقام يعني هو هو تقريبا 16 اخر واحد ودلوقتي فيه منقشات عشان الاب يبقى رقم اثنين لكن هو هيبقى فيها صعوبة شوية ان الاب يبقى رقم اثنين انا جايلي دلوقتي سؤال عشان المشاهد يعرف احنا انا بكلم الاعداد انه اب بيسأل بيقول هو الاب رقم كام في مسألة الحضانة الاب اخر حاجة بعد النساء كلها من الطرفين يعني بعد الام والجدة والجدة الام وبعد كده بتتنقل والعمات والخلات والاخوات وبعد كده بتتنقل للنساء من ناحية الاب وفي الاخر خالص بيبقى الاب اتفضل يا استاذ خالد الحلقة كلها تبقى اتصالات ولا ايه اتفضل يا استاذ خالد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا استاذ خالد بيتفضل حضرتك عندي اخ متوفي ومطلق مراته متوفي اه كان متوفي ومطلق مراته متوفي ومطلق مراته ايوة ان اه كان مطلق مراته انا بالمتوفي ايوة معي حضرتك حضرتك اه وشك يا دلوقتي ابويا خصبال حضرتك ان تاخد منه نافق يعني للعيال ينفع هي معها عيال منه معها عيال من اخويا اللي طلق اه من حقها ترفع نافق على من حقها ترفع نافق على حضرتك وعلى ابوك طالما معها عيال من اخوك اسمها نافق نافق نافقة اقارب من حقها ترفع طالما هي مش قادرة تكسب ومش قادرة تصرف على الاولاد من حقها النفق على الجد اللي هو جد الاولاد اه ومن حقها برضو ترفع على حضرتك مش حضرتك اخو المتوفى من حقه القانون بيدي لها الحق القانون بيدي لها الحق حد معانا تاني معانا مين تاني يا وسهد رمضان السهد رمضان يا أهلا وسهلا يا وسهد رمضان السلام عليكم يا حبيبي تفضل اسمعني من التليفون يا سمعت يا باشا معي حكم طيب اسمعني من التليفون معي حكم الرؤية باشا أيوة فند سامح حظتك معي حكم الرؤية أيوة فند وأهل الولد يعني أم الولد ما بيكبوه شي وتعبانة يعني بيقفوا لها أخ ضابط ومش منفزين قانون الرؤية باشا فبينفزوش طب أعمل إيه لو مش منفزين الرؤية لو مش منفزين الرؤية اسمعني بقى لو مش منفزين الرؤية بتعمل محضر في اسم الشرطة أنهما مش منفزين الرؤية بترفع دعوة إسقاط حظانة ولكن الحظانة في الحالة دي بتنتقل للمرأة التي تليه في ترتيبات النساء المستحقين للحظانة فبرضو بنرجع للودي ونرجع للعلاقات الإنسانية يعني القانون معقد والقانون مؤرف والقانون بيزهق الناس ومواضيع الرؤية دي بالذات مؤرفة فلذلك يعني حاولوا تحلحلوا شوية اللي ما بينكم يعني الناس عقلاء تتدخل كده ويبقى إيه يبقى الموضوع ودي كده عشان نشوف العياله ونتراضى مفيش يعني شفت والله ناس بيربطوا العيال بالسلاسل ايه العقد النفسية العيال ده تطلع شكلها ايه فيعني يعني يبقى فيه بس كده حلحالة كده والناس والناس تتعامل برقفة ورحمة مع بعضها والعيال أهلهم يشوفوهم بلاش نصدر العيال في المشاكل يعني مش هيخسروا حاجة لما يروحوا يباتوا عند أهلهم يوم والاتنين ويرجعوا ويبقى فيه كده ثقة ما بين الطرفين يعني فيه اتصالات تانية يا جماعة ولا نخش في موضوعنا طيب للسالة 10 ده هنتكلم بسرعة كده على التقدم قلنا التقدم الصرفي اللي هو مدته سنة بس بيشترط القانون هنا هنتكلم بسرعة بقى بيشترط القانون ان تكون العلاقة تجارية يعني يكون الساحب تاجر وكلمة انه الساحب تاجر دي لازم يكون صفة التاجر معها سجل تجاري وهو في رقم القوم كده تاجر تاجر ومستورد او صاحب متجر فهنا لو هو اللي اصدر الشيك والمستفيد ايضا تاجر فالتقدم الصرفي السنة لو ييجي بعد السنة من تاريخ الاستحقاق يقدمه يقولونه لا انت ملكش حاجة عندنا طيب هل لو العلاقة مش تجارية التقدم الصرفي ده بيرسري علي وعليك كناس مستجار وبنتعامل بالشيكات لا هنا التقدم بيبقى التقدم في الجناء بقى ثلاث سنوات لو جيت ارفع بعد ثلاث سنين بيبقى فيه حاجة اسمها انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة طيب بيبقى انا كده راح حقي الفلوس راحت ما اعرفش ارجع على الساحب لا القانون فتح للباب القانون المدني قال لي فيه حاجة اسمها دعوة الاثراء بلا سبب وفيه حاجة اسمها امر الاداء طالما الدين حال الاداء ومحقق الوجود ومعين المقدار وثابت بالكتابة يبقى من حاجة ارفع امر اداء واخد واخد الفلوس في خلال مدة قد ايه بقى في خلال 15 سنة ما تعديش بعد 15 سنة ويوم يبقى سقط الحق اذا عندنا 3 تقدمات في الشيك تقدم صرفي بشرط يكون المعاملات تجارية تقدم الصرف ده مدني يعني احنا قبل يعني في خلال السنة مثلا لو تعذر الدفع وبتاع بنرفع في الحكامة الاقتصادية يعني قانون تجاري والقاضي بيحكم لنا خلال السنة بالزام الساحب برد المبلغ او باضافة الحساب في مع الحساب المستفيد الكمبيالة بقى ليها تقدم واحد اللي هو التقدم الخمساشر سنة اللي احنا بنرفع بنرفع دعوة بس بشرط بقى الكمبيالة الاشترطي القانون ان لازم تروح تعمل حاجة اسمها اشهادة بروتستو بيقولك انا رايح ابرتص الشهادة الكمبيالة ابرتص الشهادة الكمبيالة يعني ايه بيروح قلم المحضرين يعمل حاجة اسمها شهادة بروتستو عدم الدفع وبعد كده بيلجأ للقضاء لو ما عملش شهادة البرتستو دي الدعوة بتاخد عدم قبول لان ما اكتملش الشكل لرفعها بالطريقة بغير الطريقة الذي رسمه القانون يعني ما تخش الطريق القانوني في رفع الدعوة المطالبة بتاع الكمبيالة لازم ياخد شهادة البرتستو قبل ما يرفع الكمبيالة الكمبيالة برضو اداة اقتمان يعني ممكن ما يبقاش فيها طرف تالت بيبقى الطرف التالت هو هو نفسه الساحب وبرضو الشيك اداة وفاء وادات اقتمان يعني ممكن برضو انا اكتب شيك على نفسي وملوش رصيد بس فيه ثقة في التعامل ان انا هاجبلك المبلغ ده بعد سنة بعد سنة تيجي تاخد فلوسك وبتلاقي الفلوس الثقة في المعاملة ولكن والشيك برضو خطورته في ايه في انه بيستحق الوفاء بمجرد تقديمه حتى لو مقرخ لبعد سنة بشرطة ما يكونش مسطر يعني لو انا مضيت شيك النهاردة وكتبت تاريخ استحقاقه بعد سنة والمستفيد راح اقدمه للمسحوب عليه اللي هو البنك البنك ما هيرثوتش هيدديله لو الحساب عندي فيه المبلغ هيدفع على طول لانه الشيك اداة وفاء يعني زي وزي النقد على طول طبعا ما عندنا ايش وقت يعني لسه معي وقت عشر دقايق خلصه ولا انا لسه خمس دقايق الشيك برضو مرن يعني ايه مرن يعني انا لو انا كتبه لحضرتك وحضرتك انت المستفيد وعايس وعليك دين وعليك دين لحد بنفس قيمة الشيك يعني الشيك مثلا بمئة الف جنيه وحضرتك عليك مئة الف جنيه لواحد تاني بتقوم قلب الشيك على ظهره كده وكاتب اسمه واخدال حضرتك يا اما تخلي اللي وراء ده هو المستفيد او تفوضه ان هو يصرف المبلغ يعني الموضوع بتاع الشيك يعني ادى مجال واسع في مجال التجارة وادى ثقة كبيرة جدا في التعامل خصوصا الشيكات البنكية المعتمدة الشيك المعتمد اللي هو مقبول الدفع بيبقى محل ثقة لانه اول ما بيشوفه العميل اللي هو المستفيد بيطمئن لانه البنك بيبقى مؤشر عليه ان العساب موجود وانه مش هتدخل بقى في مهاترات انك تاخد رفض وترفع دعوة جنائية وتنقضي بعد ثلاث سنوات وهكذا لان اجراءات التقاضي معقدة ومهما ادم الحق فبرضه يعني الحق البطيق ده يعني بيبقى معضل وخصوصا في المعملات التجارية التاجر رأس ماله او عدته زي ما بيقوله بالبالد كده هو الجنيه لو اتأخر عليه الجنيه يعني بيضيع عليه صفقات يعني المئة ألف جنيه النهاردة لو في ايده احسن بكتير ما يجوله مثلا مئتين ألف جنيه بعد ثلاث سنين فهي الفكرة انه الشيك المعتمد او الشيك المصرفي اعطى ثقة كبيرة جدا في التعامل وفي السوق وفي السوق المال وفي السوق الاقتصادي فأعتقد كده ما عادش عندنا وقت نتكلم عن حاجة تانية وفي حلقات تانية ان شاء الله نحاول نحاول نجيب لكم موضوعات من اللي هي تهم الرأي العام القانوني لأن القانون فيه حاجات كتيرة جدا تهم الناس تعرفها منها مناقشات قانون الاسرة ومناقشات تعديل قانون التصالح في قانون مباني دوت اللي عمل مشكلة وعمل صداع عند اصحاب العقارات يعني انا غير متصور ان يكون واحد باني عمارة ومسكينها الناس من 10-15 سنة يرجع يقولهم عليش احنا اسفين ويهدمها على دماغهم لا ده بفيه خطأ تنفيذي رهيب يعني انا بخاطب السلطة التنفيذية ان هي تهدى شوية على الناس انا بشكركم والى اللقاء في حلقات اخرى كان معكم محمد صادق المحامي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة